أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب حماية المال العام على كل مواطن مشددة على دورها في حمايته وأذكر بيان للاتحادية أنها قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع أعضائها برد التعني بدستورية نص المدة 19 رابعا من قانون هيئة النزهة الذي نص على تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق صراح المحكمين وفق هذه المدة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوة الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع منه هذا وضفت محكمته في بيانها أن خيارة تشريعية لمجلس النواب وفقا لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور انتظيمية وإجرائية الغاية منه حماية المال العامة وفقا لما جاء في المادة السابعة والعشرين أولى من الدستورة والتي أكدت على حرمة الأموال العامة وأن حمايتها واجب على كل مواطن ترجمة نانسي قنقر